من أيام يمكن افتتحنا محطة قطارات الصعيد ببشتيل وكانت فعلاً لحظة مهمة جداً ومبهرة جداً بتصميمها الرائع المشروع ده كان بأيادي مصرية 100% واستند على رؤية واضحة بتركز على التنمية وخدمة الصعيد وكان ده هو شعار رفعيته الدولة خلال تنفيذ هذا العمل الكبير جداً المجهود ما كانش بس مقتصر على ساعات النهار لكن كمان امتد ليشتمل أو ليشمل الليل كمان عشان يخرج لينا في أبها صوره شكل أيقوني بيخدم ملايين الركاب خاصة أبناء الصعيد خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر من الدكتور فؤاد محمود مدير فريق تصميم محطة قطارات الصعيد ببشتيل هنحاول نفهم منه إزاي تمت العملية دي الاحتياجات اللي استند عليها التصميم كمان تأثير المحطة المحطة هتكون محطة تبادلية ومهمة جداً على حركة النقل وتحسين حياة المواطنين شكل المحطة الهوية البصرية المختلفة المضاق والشكل المختلف لها اسألة كتير جداً هنسألها لضفنا الدكتور فؤاد منوارنا أهلاً بحضراتكم جميعاً وصباح الخير عليكم أهلاً بحضراتكم كده من لحظة التصميم والفكرة جات إزاي فكرة تصميم محطة بشتيل وأهمية المحطة دي كمحطة تبادلية في سير القطارات في مصر تمام أولاً المحطة طبعاً بتقع في منطقة بشتيل والمحطة دي الموقع بتاعها هو اللي ليه مقومات رجحها للإنشاء في هذا المكان مجموعة الأسباب دي بتطبع الورف الآتي أول حاجة أنها طبعاً توافرة المساحة الكافية لاستعاب منشئات المحطة الخاصة للحاجات المستقبلية اللي هيتم البونة فيها دي نقطة نقطة تانية هي مكان لإلتقاء خطوط مجموعة من السكك الحديدية اللي هي تعتبر البنية الأساسية للخطوط دي زي خط السد العالي إسكندرية وزي المناشي ومبابة والأباري الخطوط دي طبعاً عشان نستفيد بيها وتكون مقاومات لنا المحطة كانت في موقع استراتيجي 11 خط بالضبط كده ده جوه المحط ولكن الحاجة التانية أننا عندنا طبعاً مجموعة من محاور الطرق المهمة جداً اللي بتمثل شرايين داخل محافظة الجيزة زي محور أحمد عراب الجديد وشارع المطار شمالاً وشرقاً شارع السودان وغرباً محور الفريق كمال عامر وجنوباً محور 26 يوليو اللي هو القديم الربط على هذه المحاور كان بمثابة متنفس كبير جداً للمحطة الحاجة التالتة أننا عندنا مجموعة من وسائل النقل المختلفة والعامة اللي المفروض هتعلي من قيمة هذه المحطة لما نيجي نربط عليها زي مونوريل غرب النيل زي محطات مترو الخط التالت زي مجموعة من مواقف النقل الجماعي كل هذه المقاومات رجحت إنشاء المحطة في هذا المكان بالنسبة للفكرة التصميمية إحنا حاولنا أو سعينا إن إحنا نعمل متتابعة بصرية لمحطات قطارات سعيد مصر بحيث إن هي تكون محافظة على الهواء البصرية كمثال مثلاً محطة القطارات محافظة أسوان أو الأسر بالإضافة طبعاً إن إحنا محافظة الجيزة بتتميز بمجموعة من الأسار الفرعونية اللي تايماً بيجي لها الزوار من جميع نحاء العالم يوم ما هيجوا وينتقلوا لصعيد مصر لاستكمال الرحلة السياحية حبينا إنه هو يخش ما يخشش محطة تقليدية لعكس يخش تقريباً متحف مفتوح يشوف النسب المعمارية الجميلة اللي موجودة وبتضاهي الأسار بتاعتنا لذلك توسط في المنطقة أو في وسط المحطة هو هرم زجاجي بيمثل النسب المعمارية للهرم الأكبر حفظنا على النسب دي مجموعة العمدان حفظنا عليها بالبالتجان بالعمدان بالبدن الحاجات دي كلها كنا حرسين جداً إنها تكون مستلهمة من النسب المعمارية لأمارة المصر اللي دي هي محطة ذكية ذات طابع فرعوني ليه بنقول عليها محطة ذكية؟ المحطة الذكية طبعاً هي بتتميز بمجموعة من الخدمات النوعية اللي ما كانتش موجودة في محطاتنا قبل كده طبعاً طبعاً وده طبعاً من توجهات وزارة النقل إنها طبعاً بقى فيها واي فاي بقى فيها إن أنا أقدر أحجز التذاكر بطرق مختلفة عندنا تقريباً حوالي أكثر من 15 مكانة TVM دي مكانات حجز مباشر من خلال المحطة مش لازم أروح لشباك التذاكر الحاجة التانية إن إحنا عندنا بوابات دخول إلكترونية لمنطقة الأرصفة عشان نعمل حوكمة لعدم دخول الراكبين بدون تذاكر أقدر أحجز طبعاً التذاكر دي من خلال منصة إلكترونية أو من خلال تطبيق إلكتروني من قبل ما وصل المحطة أصلاً زي ما احنا شايفين الصور مع حضرتك ومع السادة المشاهدين شكل مبهر جداً من أول باب المحطة دخولاً كده بقى الجوة المحطة للهرم الزجاجي للأرصفة الخاصة بيها هذا الشكل وهذا التصميم أكيد كان وراءه تعب كبير جداً وتحديات طبعاً يعني بسانت قالت المؤدمة ساعات الليل بالنهار فريق عمل كبير حضرتك المشرف عليه ما بين مهندسين ما بين منفذين للمشروع وعمال عايزين نتكلم بقى الرحلة قبل ما نوصل للمشهد الجميل اللي احنا شايفينه المبهر ده محطة بشتيلي طبعاً هو التصميم كان فيه تحديات كثيرة جداً وخاصة أنه هو إحنا لما ابتدنا التصميم كانت يعني دخول فيروس كورونا فطبعاً لما جينا نشتغل على التصميم دوت كنا بنشتغل بمجموعات متكاملة من خلال وسائل التواصل المختلفة لحد طبعاً ما الحمد لله قدرنا نرجع المكاتب ونرجع المواقع يعني تقريباً إحنا عندنا يعني يومياً كنا بنشتغل حوالي 200 مهندس التنسيقات ما بينهم وطبعاً المشروع وفر حوالي 7500 فرصة عمل على مدار الثلاث سنين أو ثلاث سنين ونص اللي تم اللي فتح فيهم المشروع التنسيقات طبعاً ما بين الرؤى المعمرية والجهات المختلفة المعنية والسزار الترخيص والأعمال الإنشائية وأعمال الإلكتروميكانيك الكهرباء والميكانيكا عشان طبعاً طبعاً أقول الاعتمادات مع الدفاع المدني كل مؤسسات الدولة حقيقي تضافرت لإخراج هذا المشروع بالصورة اللي حضراتكم شفتوها بالشكل دوت يعني بصراحة صورة مبهرة جداً وأكيد حراك حاسس بفخر كبير أنا بس عايز أضيف حاجة صغيرة إن محطة رمسيس أو أول خط سكة حديد إبانا سنة 1851 ومحطة رمسيس أعتقد 1854 وكان المعماري أدوم باتر هو اللي عمل المحطة وكان المشرف على المحطة روبرت استيفونسون النهاردة بعد 170 سنة المصريين قادرين يفتتحوا محطة زي ما حضراتكم قلتوا بسواعد مصرية ووطنية نقدر نعمل أكتر من كده إن شاء الله وجهزين في أي وقت لتصممات مشروعات بالشكل ده ومناسبة محطة رمسيس أنا عايزة أعرف أو للناس كتيرة بتقول إن محطة بشتيل هي خلاص حتى بديل لمحطة رمسيس كلام ده غير صحيح لا طبعا غير صحيح إحنا عندنا طبعا كان الهدف برضو الأساسي من محطة قطارات سعيد مصر إن إحنا نخفف الضغط على محطة رمسيس طبعا ونقدم خدمة نوعية يعني لها قيمة للمواطن المصري إن إحنا كمان نقلل التكدس المروري اللي هيحصل نتيجة التفريغ اللي هيحصل في وسط البلد عن العواصم اللي موجودة الطرق اللي في العواصم فطبعا هي مش محطة بديلة ولا حاجة لا هي هتساعد طب لو دخلنا بقى محطاتها كده جوه المحطة نفسها وشوفنا طبعا خدمات ذكية بتتقدم التكتس أو التذاكر إزاي بيتم قطعها وغيره والخدمات اللي بتيسر كمان لأي حد يدخل المحطة عايزين نتكلم بقى على بلوجة الأرقام الطاقة الاستيعابية للمحطة عدد الأرصفة ممكن تستوعب قد إيه في حركة التنقل من خلال السكت الحديدية إحنا عندنا المحطة تقريبا مقامة على سبعة أفدنا مبنى المحطة الرئيسي طبعا هو إن شاء الله مستهدف مستقبلا أو الطاقة الاستيعابية للمحطة 250 ألف راكب في اليوم وده طبعا عدد كبير جدا من أهلينا في الصعيد وحركة 250 ألف أو 250 ألف الحاجة الثانية إحنا عندنا سبعة أرصفة في المحطة ب11 خط وهم كالتالي إحنا عندنا أربع أرصفة جهة شارع السودان ده بيمثلوا خطين إسكندرية أسوان ودول اللي هيعدوا على محطة رمسيس وهتبقى بالنسبة لهم محطة قطارات سعيد مصر هي محطة وسطية عندنا في نفس ذات الجهة أربع خطوط السعيد اللي هم منتهيين في محطة القطارات عندنا طبعا بقى غربا جهة المناشي أربع خطوط أربع تها سلاسة أرصفة منهم أربع خطوط طبعا للمناشي الأباري وخط بضايع أسوان إسكندرية المحطة طبعا يعني السبع قفدينة بتوعها مقامة على بضروم وأرضي ودورين بإجمالي طبعا حوالي دورين فوق الأرض ولا تحت دورين فوق الأرض هو دور تحت الأرض ودور أرضي ودورين فوق الأرض فوق دور الأرض يعني بإجمالي إنشئات حوالي 112 ألف متر مسطح عندنا حوالي 60 ألف متر مساحة تجارية طبعا دي عملت عوائد للمشروع بشكل مباشر بإجمالي حوالي 130 محل عندنا طبعا في المشروع منطقة استثمارية وده طبعا ده كان الهدف الأساس إن إحنا زي ما بنعمل مشروع التنموي إزاي يجي له عائد يساعد في تكلفة المشروع وما يحملش على الدولة المصرية فإحنا عملنا مجموعة من المشروعات في الأرض اللي توفرت للمنطقة استثمارية حوالي 44 ألف متر ويقام عليها منطقة خدمية إدارية تجارية ومجمع طبي طبعا عشان نوفر الخدمات اللي كانت موجودة في وسط المدينة مع محطة رمسيس تبقى موجودة مع محطة قطارات سعيد مصر طبعا عايزين نتكلم بقى عن ورش الصيانة للقطارات بالمحطة تمام هل موجودة قد إيه بيتم الفحص الدوري على العربات كل قد إيه طبعا إحنا برضو الميزة الجوهرية من ناحية مستوى الصيانة اللي هيخفف الضغط على محطة رمسيس وتجهيز القطارات قبل الرحلات إحنا عندنا مبنى لورش العربات ده تقريبا حوالي 12 سكة بيسعى لمية واربعين عربة ممكن يتم صيانتها في نفس الوقت وتجهيزها للانطلاق زي بالضبط المطارات الطيارة بتاخد وقت للتجهيز وبعدها بتنطلق نفس الكلام في القطارات إحنا عندنا ورشة للعربات تسع مية واربعين عربة بالإضافة طبعا للوحدات المتحركة زي الجرارات عندنا ورشة لصيانة الجرارات لست خطوط بتسع حوالي 24 جرار في الصيانة في نفس الوقت فطبعا الطاقة دي هتخفف على محطة رمسيس وهتدي سرعة تقاطر للزمن الرحلة أسرع بخدمة وجودة أعلى للمواطن إن شاء الله قد إيه فندم المشروع ده استغرق من زمن ومن وقت يعني ابتدينا إمتى حضرتك قلت البداية والتصبيبات كانت فترة كورونا خد قد إيه وقت عشان نشوف المشهد المبهر ده إحنا تقريبا كلفنا بالمشروع ده في أغسطس 2019 ابتدينا في الموقع بعدها بستة شهور لو نقدر نقول مارس مثلا 2021 واستغرق البناء ثلاث سنوات إحنا تقريبا ما فيش يوم أجزناه كل الأجزاء الرسمية كنا بنفخر إن إحنا بننزل نبني بلدنا فيها فكنا طبعا على مدارة ثلاث سنوات العمل مستمر بزيارات من الجهات الرسمية لنا طبعا كان بتبقى حوافز لنا إن إحنا الناس بتيجي تبص علينا أنتوا عملتوا إيه بتتطمن على السادة المهندسين السادة المشرفين فطبعا كان تحدي صعب جدا في وقت قياسي لأن المحطة دي مجموعة من الشركات الأملاقة لما جات قايمتها وعملت قودت عليها جات في سبع سنين فإحنا الحمد لله في ثلاث سنين الحمد لله في ثلاث سنين ليه قصة معايير عالمية كمان يعني الحريك بتقوله دلوقتي إنك تحجز من قبل ما تروح والشاشات الزكية السمارت دي دي معايير عالمية طبعا بالإضافة أن إحنا طبعا فيه بقى دلوقتي كمان فيه إحنا في المحطة عندنا 1200 كامرت مراقبة وتشغلها بتقنية الفيس كوجنيشن إن أنا أقدر أشوف الوجه بتاع كل مسافر عشان تبقى محطة مؤمنة وزكية طبعا بالإضافة أن إحنا عملنا قيمة مضافة لهذه المحطة إن إحنا طبقنا فيها كود الإتاحة لزاوي الهمم على مستوى جميع الفراغات سواء الدورات المياه الأرصفة التعامل مع شبابيك التزاكر الانتقال من خلال الأنفاء والأرصفة عمل مجموعة من المصاعد الكهربية عشان تجيب أهلينا اللي موجودين مثلا في دور البدرومات تطلعهم على أرصفة بدل ما يطلعوا السلالم العادية طبعا الصورة دي بتقولينا أن المهندس المصري يعني متميز جدا يعني محطة بتضاهي المحطات العالمية ده حي خلينا أسأل حضرتك وحضرتك بدير المشروع ومسؤول عن عدد كبير جدا من المهندسين بداية الفكرة هل شفت نماذج لمحطات قطارات عالمية بتشتغل إزاي إيه الاتجاهات الحديثة في إنشاء المحطات العالمية وقلت تعمل حاجة شباهها هنا في مصر ولكن الفكرة والتصميم والإتاحة مصرية 100% من البيئة المصرية طبعا هو أكيد كل مصمم معماري بيحب يطلع على ما هو جديد وما هو طبعا التوصل إليه في هذا العلم سواء محطة قطارات أو أي نوعيات مباني أخرى ولكن إحنا بنحاول وإحنا بنشوف كل ما هو جديد بنستلهم ما يناسب الحالة المصرية البيئة المعمارية المصرية بالضبط بالضبط كل ما يناسب الحالة المصرية عشان تبقى حتى فيه نوع من أنواع التقبل للمبنى وتقبل للتصميم فبالتالي ينجح التصميم ما قدرش أشتغل على روح مختلفة سواء مثلا عملية وظيفية أو عملية تصميمية أو رؤية بصرية للمبنى فينتقد أو يحصل فيه جزء من عدم التقبل فبالعكس إحنا بنشوف كل ما هو حديث ولكن يوم ما بنجي نشتغل بنشتغل ما يناسب الحالة المصرية في التصميم بتاعنا أنا أعرف أن حضرتك بقى لك ثلاث سنين بتشتغل يعني من غير أجازات يعني back to back زي ما بيقولوا لكن هل فيه مشاريع قادمة عملاقة بتشارك فيها أو بتشارك فيها؟ طبعا فيه مجموعة مشاريع وفيه طبعا مع وزارة النقل العمل أنا أعتقد أنه هو هيفضل مستمر سيادة الوزير كان بيصرح أن عندنا مجموعة من المحطات هيتم تطويرها احنا عندنا تقريبا سبعمية وتمانية محطة على مستوى الجمهورية تم تطوير منهم حوالي 310 وجاري العمل في تطوير الباقي طبعا بالنسبة للمشروعات احنا النهاردة في الجمهورية الجديدة بنحاول طبعا ننهض ببلدنا وفيه مجموعة طبعا من المشروعات التنموية اللي هتخدم إن شاء الله الفترة اللي جاية الماضي طول فؤاد يعني محتاج بعد الإنجاز العظيم ده أجازة كده شوية أجازة تطويرها شوية لكن بحييك وبحيي إبداعك وتصميمك وروحك كمان الجميلة إنك يعني بتتكلم إنه ثلاث سنين شغل متواصل عشان يخرج أو تخرج لنا محطة طليق بالمواطن المصري هي محطة المستويل كمان أكيد السبع تلاف وخمسمائة عائل شاركه فيه والخمسمائة مهندس أكيد اللي شاركه في هذا المشروع كل قاية المصرية اللي شاركت فيها شكرا جزيلا إليكم إن أنتم مخليين بلدنا أو مخليين زي ما تكلمنا في بداية الحلقة خالص إن إحنا عايزين دايما طول الوقت نطور ونعلي من بلدنا هو ده الهدف في الأول وفي الآخر شكرا جزيلا إليكم شكرا جزيلا إليكم بحمود فؤاد المصمم المعماري والمخطة العام لمحطة قطارات الصعيد بشتيل شكرا على هذا الإنجاز وإنجازات أجمل وأكبر وأقوى للفترة اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا بشكرا